نكمل معكم الحرة الليلة من ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث وافقت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس على قواعد مناظرة الأسبوع المقبل ضد المرشحة الجمهورية دونالد ترامب بما في ذلك كتم الميكروفونات عندما لا يكون دور المرشح للحديث من المقرر أن يتواجه ترامب وهاريس في أول مناظرة رئاسية بينهما في بنسلفانيا بتاريخ العاشر من سبتمبر وستجري على قناة ABC في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مركز الدستور الوطني في فلادلفيا بولاة بنسلفانيا كما ذكرنا وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي ستساعد حتما بتحديد نتيجة الانتخابات المقبلة وهنا أيضا نطرح سؤالا عن كيف سيكون شكل هذه المناظرة الرئاسية الأولى بين هاريس و ترامب بعد اتفاق كتم الميكروفونات وهل من ضوابط لإبعادها عن تبادل التهم والشتائم التي شهدتها سابقاتها في المناظرة التي يترقبها ملايين الأمريكين في الداخل ومئات الملايين حول العالم والتي ستجرى في العاشر من الشهر الجاري في التاسع مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مركز الدستور الوطني في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا وفقت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية 2024 كما لهاريس على قواعد تلك المناظرة مع منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب وأبرز تلك القواعد كتم صوت الميكروفون عندما ينتهي دور المرشح في الحديث كي لا يسمح بمقاطعة منافسه حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع والمناظرة التي ستكون المواجهة الأولى بين هاريس وترامب والتي تجرى على أرض ولاية متأرجحة قبيل الانتخابات بأقل من شهرين على قناة ABC الأمريكية ترنو إليها أنظار الأمريكيين لتحديد بوصلة الناخب الأمريكي في الداخل وأنظار ساسة العالم لتحديد شكل التحالفات والستراتيجيات في المحيط الدولي وهاريس التي استطاعت تحقيق تقدم على ترامب في بعض الاستطلاعات الوطنية بدت روح الحماس لديها عالية حيث دعت خلال عطلة نهاية الأسبوع ترامب إلى منظرتها مع تشغيل المكروفونات طوال الحدث أو ما يسمى بالمكروفونات الساخنة دون التقييد بكتمها أما نواب الرئيس المحتملين فهما أيضا على موعد في مناظرة وافق عليها الاثنان ستقام في الأول من أكتوبر على قناة سي بي أس نيوز وللحديث عن هذا الموضوع معي من واشنطن راي لوكر الصحفي والمؤرخ الرئاسي والسياسي أهلا بك معي سيد لوكر بهذا البرنامج الحرة الليلة أريد أن أبدأ من دلالة اختيار المكان لهذه المناظرة المرتقبة نتحدث عن مولايك بنسلفينيا مدينة فلادلفيا وأيضا القاعة التي ستجري عليها هذه المناظرة الاسم مثير مركز الدستور الوطني هناك الكثير من الرمزية أليس كذلك؟ هنا الدستور تم التوقيع عليه وإعلان الاستقلال تم التوقيع عليه وهذا مكان رائع أنا زرته من قبل وأعتقد أنه مكان رائع للمناظرة كما ذكرت بنسلفينيا هي دولة أساسية في هذه الانتخابات وهناك تقارب بين المرشحين هاريس لديها تفوق بسيط ولكن أقرب من 2020 و2016 الآن هناك قوانين وضعت لإجراء هذه المناظرة وافقت عليها حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لنبدأ من أول هذه القوانين وهو كتم الميكروفونات بأن لا يكون الميكروفون لمن لا يتحدث من المرشحين فعالا وبالتالي يسمح للمتحدث بأن يكمل جملته من غير مقاطعة ما معنى أن يكون أو يصل الحال بأن يجبر المرشحان على أن يكون الميكروفون بهذه الطريقة يعني ألا نفكر بأن المرشحين يستطيعان السيطرة على نفسيهما ولا يقاطعان أحدهم الآخر لو رأيت أي من المناظرات الأخيرة وفيها ترامب تعرف أنه لا يستطيع أن يسيطر على نفسي هو يقاطع أي شخص فعالها في 2020 مع بايدن و2016 مع هيلاري كلينتون وفي الانتخابات الأولية في 2016 إذن هذه هي طريقة عمله والكل يعرف ذلك الجزء السلبي بالنسبة لهاريس عندما يقفل مايكروفونها في آخر مناظرة ترامب قال أشياء كثيرة غير صحيحة وهي لن تكون لديها القدرة للمقاطعة وتقول ما قلته غير صحيح عليها أن تستخدم وقتها هي تقصد بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن أليس كذلك؟ نعم نعم المناظرة بين بايدن وترامب ترامب قال أشياء كثيرة غير صحيحة وبايدن كان أداؤه سيئا جدا وكان لديه القدرة على الرد على كل نقطة لما قاله ترامب بما أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب هذه هي طريقته للمقاطعة هناك من قدم نصيحة للمرشحة الديمقراطية بأن عليها البدء بالهجوم وليس الحديث بالطريقة الدبلوماسية والسياسية لأي سياسي لأن هذه النصيحة تقول بأن ترامب يجب أن يعامل أو يواجه بالطريقة التي يحب أن يعامل أو يعامل الآخرين بها هل تتفق مع هذه النصيحة؟ هل تتوقع بأن هارس ستكون أو تبدأ هذه المناظرة بالهجوم على ترامب؟ أعتقد أنها يجب أن تكون مباشرة ولكن بحساب كما لو أنها تذهب إلى قاعة المحكمة توضح نقطتها لا تتراجع ولكن لا تقع في فخ ترامب وتظهر التناقض الفائدة التي ستوفرها هي وترامب ليس مرشحاً محبوباً والدعوات أو استطلاعات الرأي تقول أن هناك 53% من الموافقة و58% من الرفض لترامب هي تستفيد عن طريق أن لا تكون ترامب والحفاظ على حدوءها وعدم التراجع هي قالت أكثر من مرة بأنها تعرف نوعية دونالد ترامب باعتبار عملها السابق كمدعي عامة في ولاية كاليفورنيا وبالتالي لديها نقاط تتحدث بها عن ترامب التهم الموجه إليه ولكن بالطرف الآخر الرئيس السابق دونالد ترامب أيضاً لديه نقطتان مهمتان تتمثلان بمسألة الحدود وأيضاً الاقتصاد ويعني تعرف بأن هذا الأمر مهم جداً للداخل الأمريكي سيستخدم هذه النقطة ضد هاروس نعم هو سيقول التضخم كان سيئاً وهي تقول إنه أفضل الآن مما كان عليه وأنك جزء من المشكلة بالنسبة للحدود سيبدو وكانه يلقي الاتهامات عليها وأيضاً عبور الحدود الآن أقل ويمكن أن تقول أنها دعمت مشروع القانون الذي كان سيعتمد لو لا تدخل ترامب لديها إجابات ولكنه سيلاحقها وهي تتوقع ذلك وتحتاج أن تكون لديها الإجابات وإلا فسيكون هذا سيئاً بالنسبة لها بعيداً عن التهم المتبادلة بين الطرفين هاريس وترامب ماذا يتوقع الناخب الأمريكي أن يستمع في هذه المناظرة ما الذي سيقنعه للتصويت لأي منهما أعتقد أنه لا يوجد الكثير من الناس الذين لم يحسموا أمورهم بعد سيصوتون لهذا أو داك وهذا في الواقع هو الذي يدفع الحماسة كما رأينا في مناظرة يونيو 2017 لم يكن أداؤه جيداً وهذا قلل الحماس لدى الديمقراطيين وزادها لدى الجمهوريين هذا هو الشيء الأساسي لدي توقعات بسيطة بالنسبة للمعلومات التي سيحصل عليها الناس الناس ستكون لديها انطباعات هل تحب الشكل الذي بدأ فيه هذا المرشع على المسرع أم لا هذه هي النقاط الأساسية ولكن الوقت وأن يقول الناس أنا أحب موقف هذا المرشع بالنسبة للحدود أو الاقتصاد انتهى الوقت ووصلنا إلى نوع من السرك ولا أعتقد أن المناظرة ستكون مفيدة معلوماتياً أنت تعرف بأن هناك البعض ما زال غير على يقين تام بمن هي كامال هارس قد لا يعرفونها وهو في حالة تشكيك وبالتالي يعتقد كثيرون بأن هذه الفرصة فرصة المناظرة هي الفرصة الوحيدة لكامال هارس إما أن تكسب الكثير لصالحها ولصفها أو تفقدهم كما فقدهم الرئيس الحالي جو بايدن في مناظرته مع ترامب نعم المناظرة هي لعبة محفوفة بالمخاطر الناس لا يتعرف الكثير عن هارس كما تعرف عن ترامب لا أرى كيف يمكن أن يصوت أحدهم بدون أن يعرف عن ترامب عليها أن تقدم نفسها إلى من لا يعرفها والأرقام تتقلص بسرعة ولكن هناك أناس لا يعرفونها إذن هي ستستفيد من المناظرة لا أعتقد أن ترامب سيستفيد كثيرا فداعميه حوالي 46% وهو لم يتجاوز هذا في أي انتخابات ولا أعتقد أنه سيفوز أو سيحظى بدعم الكثير من من لم يقرروا بعد أعتقد أن هناك ضغط عليها أكثر من ترامب قلت قبل قليل بأن الناس يهتمون كثيرا بكيف سيبدو عليه المرشحان في هذا الظهور وهذه المناظرة المرتقبة إلى أي مدى تؤثر لغة الجسد لكل منهما الطريقة التي سيظهران بها لون الملابس لون البدلة التي سيتم ارتداؤها من قبل كامالا هارس باعتبارها الآن هي المرشحة الديمقراطية وأيضا دونالد ترامب المناظرات دائما تركز على هذا إذا كنت تذكر أول مناظرة رئاسية في الستين بين كينيدي ونيكسون الناس اعتقدوا أن كينيدي كان مظهره أفضل ونيكسون بدأ وكانه مريض الناس الذين استمعوا إلى المناظرة على الراديو اعتقدوا أن نيكسون أداؤه كان أفضل بالمقارنة مع مشاهدين التلفزيون الذين اعتقدوا أن كينيدي كان أداؤه أفضل ربما لا تستطيع أن تؤدي عمل جيد في المناظرة هي تتعرض للضغط في المناظرة وكما قلت معظم الناس يعرفون ترامب وبالتالي بغض النظر عن مظهره إلا إذا كان مظهره سيئا بعكسها هي عليها أن تبدو مسيطرة على نفسها وكيف ستبدو كرئيسة في السنوات الأربع أعتقد بأنه سيظهر بربطة العنق الحمراء المعروف بها كيف يؤثر عدم وجود جمهور في هذه المناظرة من الصعب أن نعرف داخل قاعة المناظرة أعتقد أن هذا أفضل أنا لا أحب الاستوديو أو الحلبا هذا يشتت الانتباه والناس والجمهور يثير الضوضاء ومن الصعب التركيز على القضايا بدلا من أن يتحول المسألة إلى سيرك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من واشنطن راي لوكر الصحفي والمؤرخ الرئاسي والسياسي شكرا لك